نكمل أخبارنا مع أبن عادل إمام محمد اللي عم بيستعد للمنافسة في موسم عيد الأضحى من خلال فيلمه الجديد بعنوان عمه وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي وإنتاج أحمد السبكي وبيشارك في الفيلم مع محمد إمام، محمود حمايدة، أحمد الفيشاوي، محمد لطفي، أحمد خالد صالح وسيد رجب اللي خبرنا عن دوره فيه بشكل مختصر لما قبلنا بك وليس فيلم 19 بي حنشوف تفاصيله بعد شوي وبما أن أحمد خالد صالح كمان مشارك في فيلم عمهم، فسألنا عن علاقته بزعيم العصابة أنا أبن رئيس العصابة، إن شاء الله يعني أبن سيد رجب، بحبه جداً جداً مستوى الشخصي، بستمتع جداً بالشغلة معه والحمد لله كلاس قادة والشرف إن إحنا يجمعنا أكتر من حاجة وأخيرهم عموهم اللي لسه خالص فيارب إن شاء الله يجمعنا أعمال تانية كتير وغير هيك أحمد خبرنا عن رأيه بالفيلم والمجهود اللي حطه فريق العمل وبالأخص محمد عدد إمام فيلمه مهم جداً وإن شاء الله يبقى ممتع قوي بالنسبة للجمهور واثق لأن كل الأسادزة المشاركين فيه كل الأخسام اللي كانت فيه تابت جداً وخد وقت كبيرة وفي التحضير وخد وقت كتير في التصوير وخد من كل الأسادزة وعلى رأسنا محمد إمام مجهود كبير لأن لأن طبعاً هي مسؤولية في الأول في الآخر على عاطقه على رغم أنها علينا كلنا بس على عاطقه وأنا شفت قد إيه هو اكتهد وتاعب قوي في الفيلم ده فمتفائل بي ومتفائل إن شاء الله يبقى حاجة مختلفة الجمهور يبسط بيها تعايي نحكي شوية على محمد عدد إمام نحكي ما لاحكي شوية أنا أول شيء كتير أحبه بتعرفي بحترم فيه شغلة كتير مهمة أنت تسمعي خبر أنه يعمل فيلم اسمه عمهم فجأة بتلاقيه هيك فول أوف أنيرجي طالة ببوستر مبين أنه محضر له كتير منيح بصمت بدون ما يعمل كتير هيك زوبعة حوالينا الشغلات اللي عم بيعملها بعدين بفاجئنا بفيلم حلو فهذا من الشباب اللي أنا بعتبره عن جدي بيشتغل من قلبه رب يجتهد على نفسه عن جدي بجتهده وبعتقد أنه هلأ كمان داخلين منافسة تعيد الأطحى هتكون منافسة كتير قوية شوف أنا مع محمد بايمن بحس أنه هو ماشي في خط لوحده مش مركز مع داخلي نفس مين مين هينفسه إيه اللي بيحصل هو واثق من اللي هو بيعمله زي أنت ما قلت هو مجتهد قوي وبيخطط صح يعني برضو ما تنساش أنه هو طالع من بيت الزعيم ففاهم في مدرسة كاملة أكيد ماشي على خطاها وأخورة عمي كمان طبعا يعني العيلة كلها ما أنا بقولك ففي تركيبة معينة في مدرسة معينة تعلمه منها صح فأنا بشوف دايما أنا محمد بالعكس أنا ما بحسش أنه هو نزلي نافس لا لا هو ماشي لوحده في خط لوحده بعمل لوحده إن كان مسلسل إن كان فيلم أيا كان اللي بيقدمه أنا بشوف أنه هو فعلا بينقي صح بيختار صح بيشتغل على نفسه صح وبيقدي دوره صح حقيقة تحمستي لعمهم أكتر ولا الودوى أبوه؟ والله الاثنين أنا في صراحة بحب محمد يعني بحبه كممثل على الشاشة ببقى سعيدة وأنا بتفرج على أعماله فأنا متأكدا أن الاثنين هيبقوا أحلى من بعض بإذن الله شكرا